السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته تعبير عن حوار مع شخصية تاريخية وطنية لدينا ملكة قايد وديدوش مراد تخيل حوار مع شخصية وطنية أول شخصية عندنا ملكة قايد مقدمة في ذكرى استقلال الجزائر تخيلت نفسي أجري محادثة أو أجري مقابلة أو أجري حوار مع البطلة الشهيدة ملكة قايد أضع نقطة عند هنا المقدمة الحوار سيكون في العرض الحوار قائم بيني وبين الشخصية سيكون في العرض إذا طلب مننا الحوار فقط سنبدأ من أول الحوار أما إذا طلب نص حواري سنكتب مقدمة وخاتمة لو طلب حوار فقط سنكتب الحوار فقط أما إذا طلب النص الحواري يجب أن يكون في مقدمة وخاتمة نقرأ الحوار قلت أهلا وسهلا بك أود أن أجري حوارا معك هل تقبلين ذلك؟ قالت نعم قلت سيدتي مليكة أنا أعرف أنك ولدت في مدينة الجزائر بالعاصمة فكيف كانت طفولتك؟ أجابت قائلة أو ردت كانت طفولتي بسيطة لكنني عشت في بيئة وطنية كان والدي مناضلا ضد الاستعمار الفرنسي وعلمني منذ الصغر حب الوطن والدفاع عنه قلت ما هو مستواكي الدراسي؟ قالت التحقت بالمدرسة الابتدائية عام 1939 عام 1939 بالعاصمة ثم انتقلت البرج بوري ريج عام 1942 ونلت شهر التعليم الابتدائي عام 1947 كما تحصلت على شهر التمريد عام 1953 سألت أيضا ماذا فعلت عندما تركت الدراسة؟ أجابت التحقت بجنود جبهة التحرير وعملت كممرضة وعالج الجرحة من الصوار الجزائريين كما كان لي دور كبير في تنظيم المظاهرات وتعليم المجاهدين وصناعة القنابل وزراعتها في أماكن التجمعات الفرنسية بالجزائر العاصمة قلت أنت بطلة عظيمة والشعب الجزائري يعتز بك كثيرا وأشكرك على بطولاتك فأنت ستبقي في قلوبنا وعقولنا ولن ننساك أبدا قالت شكرا على كلماتك الطيبة التي سعدت بها وتمنى لأبناء الجزائر أن يحافظوا على وطنهم ويدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة قلت أتعاهد لك بأن نكون جميعنا مواطنين صالحين ندافع وندافع عن بلادنا ونضحي من أجله وإلى اللقاء ذاكذا الحوار أو موضوع الحوار إذا أردتم خاتمة ممكن نضيف خاتمة في الأخير هنا لا يوجد خاتمة ممكن تضيف خاتمة من عندك إذا أردت نصح واري نتزم بعلمات الترقيم طبعا من مؤشرات الحوار أن ننتزم بعلمات الترقيم عند فعل قول قلت يقول نضع النقطتين النقطة في نهاية نهاية المقدمة عند السؤال نضع لامة الاستفهم علمت الاستفهام النقطتين السؤال نضع علمت الاستفهام آآ جابت برضو النقطتين فاصلات وغيرها لدينا ايضا عن ديدوش مراد انا هنا ضفت مقدمة وضفت خاتمة مقدمة وخاتمة يعني ده نص حواري كنت اتجول في احد شوارع مدينة الجزائر العاصمة عندما وجدت نفسي امام تمثال لشهيد المقاومة الجزائرية ديدوش مراد وقفت امام التمثال واخذت وتأمل ملامح وجهه التي تشعب العزيمة والاصرار فجأة شعرت بشيء غريب وكأنني سمعت صوتا يقول لي مرحبا بك يا صديقي انا ديدوش مراد التفت حولي فلم اجد احدا فنظرت الى تمثال وقلت هل انت ديدوش مراد حقا ردق الى النعم انا ديدوش مراد انا هنا لا تحدث معك قلت انه لا شرف كبير لي ان اتحدث معك يا شهيد الجزائر انت رنزل الامل وللوطنية والنضال من اجل الحرية قال شكرا لك على كلماتك الطيبة قلت اريد ان اسألك عن كيف بدأت مسيرتك في النضال قال بدأت مسيرتي في سن مبكرة وكنت اشاهد او افهم كنت اشارك في المظاهرات والاحتجاجات في عام 1954 كنت احد مؤسسي جفهة التحرير الوطني قلت انت بطل الحرب التحرير الجزائرية فما هي اصعب اللحظات التي مررت بها خلال الحرب اجاب قائلا اصعب اللحظات هي رؤية احبائي يمتون او رؤية اصدقائي واحبائي يمتون فلقد كان مؤلما حقا بالنسبة لي انا او قلت او سألت ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها للشباب اليوم اجاب ان يدافعوا عن الوطن بكل قوتهم وان يكونوا على استعداد للتضحية قلت سيدي دايدوش ان اتعهد بان نكون مثلك وان ندافع عن بلادنا وان نكون مواطنين صالحين قال انا سعيد لانني استطيع ان اكون مصدر الهام للشعب الجزائري قلت شكرا لك على كلماتك والى اللقاء كان الحوار مع دايدوش مراد تجربة رائعة تعلمت منها الكثير عن الوطنية والنضال ممكن نضيف والتضحية الوطنية والنضال والتضحية شكرا لك موجود في قناة ازاتيك موضوعات كثيرة آآ عن مقابلة شخصية او حوار مع شخصية وطنية وتاريخية وشخصية دينية وشهيد من شهداء الجزائر موجود في القناة شخصية نسائية وشخصية هنا رجل من رجال الجزائر ايضا كل موجود اذا اردتم اي شخصية انا ما كتبتش عنها لم اكتب عنها اكتبنا في تعليقات وان شاء الله نحاول نكتبها وننزلها في القناة قبل الخروج اعملنا الاشتراك اذا عجبك الفيديو وكومنت واللايك نعرف عليكم الموضوع تشير الفيديو اذا استطيع تفعيل الجرس اذا اردتم مشاهدة فيديوهات القناة اول باول تمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته